في قديم الزمان كان هناك ملك ظالم اسمه نمرود بن كنعان استطاع ان يملك مشارق الدنيا ومغاربها فقد اعطاه الله الخير والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى وبدلا من الشكر كفر بالله واعتقد بانه اكبر واقوى من الله خالقه لذلك كان يحكم شعبه في ارض العراق بالحديد والنار وبعد ان كان يعبد الاصنام في بداية الامر مرت السنين والدعى بعد ذلك الالوهية وطلب من شعبه ان يعبده وفي هذا الوقت ولد سيدنا ابراهيم عليه السلام في اسرة كانت تعبد الاصنام بل كان ابوه يصنع هذه الاصنام ولكن ابراهيم منذ ان كان طفلا كان قلبه يمتلئ بكراهية هذه التمثيل التي لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع معلم في صباه ان الله هو الخالق الواحد الاحد لذلك بدأ يدعو اباه لعبادة الله وترك عبادة الاصنام لكن الابا رفض وطرده من بيته وفي احد الايام وبينما كان قومه يحتفلون خارج المدينة دخل سيدنا ابراهيم عليه السلام المعبد ومعه فأس حادة حطم بها الاصنام كلها الا كبيرهم وضع الفأس في رقبته وعندما رجع القوم من حفلتهم وجدوا اصنامهم مهدمة فسألوا سيدنا ابراهيم عمن حطمها فقال انه كبيرهم فاسألوه فاخذوه للنمرود الذي جادل سيدنا ابراهيم في ربه وعندما قال له سيدنا ابراهيم ان ربي الذي يحيي ويميت رد عليه النمرود بكل غرور وقال انا ايضا احيي واميت ولكي يبرهن على ذلك احضر النمرود رجلين قد حكم عليهما بالقتل فامر بقتل احدهما وعفى عن الاخر وذلك لكي يوهم سيدنا ابراهيم بانه قادر على احياء الموتى فلم يناقش ابراهيم النمرود في فهمه الخاطئ للحياة والموت وانما انتقل الى اية اخرى من ايات الله عز وجل فقال له ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب الم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه ان ااتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهل القوم الظالمين اي اذا كنت تدعي انك تستطيع ان تحيي وتميت فهل تستطيع ان تغير مجر الكون فتأتي بالشمس من المغرب بدل المشرق وهنا خرس النمرود ولم يعد يستطيع الكلام بعد ان قامت عليه الحجة وامر بايقاد نار كبيرة والقى فيها ابراهيم عليه السلام فجعل الله بقدرته النار باردة على سيدنا ابراهيم فلم تؤذه ثم دعا سيدنا ابراهيم النمرود مرة اخرى ليؤمن بالله ولكنه تكبر وعصى وكفر بالله فارسل الله سبحانه على النمرود بعوضة دخلت في انفه ثم انتقلت بعد ذلك الى رأسه فازعجته وآلمته اشد الالم فكانت لا تهدأ حركتها في رأسه حتى يضرب هذا الكافر بالنعال على رأسه ليخف الامه وانتقم الله منه وعذبه سنوات كثيرة حتى مات ذليلا واستمر ابراهيم عليه السلام في دعوة قومه لله تعالى فلم يؤمن معه سوى امرأة تسمى سارة صارت فيما بعد زوجته ورجل هو لوط وصار فيما بعد نبيا يدعو لعبادة الله وحده خرج سيدنا ابراهيم عليه السلام مهاجرا بدعوته من بلده العراق الى فلسطين ثم الى مصر ومعه زوجته السيدة سارة ولم يكن على ظهر الارض التي امتلأت كفرا وإلحادا من المسلمين سواه وزوجته ولوطا عليهم السلام ثلاثة على ظهر الارض يحملون تابعات الاسلام رسالة ودعوة وقد شاهدت السيدة سارة حوار سيدنا ابراهيم ما عبدت الكواكب والنجوم وكيف اثبت الخليل عليه السلام حين اراهم ان تلك الكواكب والنجوم والشمس والقمر تغيب وتظهر وتشرق وتغرب وان على الانسان ان يعبد الله الاحد الصمد وان يوجه وجهه للذي فطر السماوات والارض مسلما مؤمنا وفد الخليل الى مصر ليدعو الى التوحيد وعبادة الله وكان على رأس مصر ملك يتبع الشهوات فنقلوا اليه ضمن ما تنقل الحاشية للملك ان امرأة جميلة قد صحبها شيخ من الشمال تستحق ان تعرض على الملك فاشار الملك بعرضها عليه وفوجئت السيدة سارة ومعها زوجها باستدعاء الملك لها وهي تعرف مما سمعته من اهل البلاد كيف يكون سلوك الملك مع النساء الجميلات وتعرف ايضا ان سلاح المؤمن دائما في كل امره الدعاء لله والاستعانة به فدعت سارة قائلة اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر وسأل الملك ابراهيم عما معه فقال له هي اختي ويقصد انها اخته في دين الله وادخلت سيدة سارة على الملك وكان الخليل خارج قصر الملك مستغرقا في صلاة خاشعة لله تعالى ودعاء متصل ان يصون الله امرأته فلما دخلت على الملك امسك بيدها فشلت يده فقال لها ادعي الله لي ولا اضرك فدعت سارة ربها واستجاب الله لها وعادت يده كما كانت ثم اراد ان يمسك بيدها ثانية فشلت يده مثل الاولى او اشد فقال ادعي الله لي ولا اضرك فدعت سارة ربها واستجاب الله لها وعادت يده كما كانت وفي الثالثة اراد ان يمسك بيدها فشلت يده مثل المرتين السابقتين فقال ادعي الله لي ولا اضرك فدعت سارة ربها واستجاب الله لها وعادت يده سليمة ثم دع بعض حجبته وقال لهم انكم لم تأتوني بانسان انما اتيتموني بشيطان ثم اطلقها واعطاها هاجر لتخدمها فذهبت الى ابراهيم عليه السلام وهو يصلي فسألها بالاشارة ما الخبر فقالت رد الله كيد الكافر وقصت له ما حدث رحلة طويلة شاقة من العراق الى فلسطين ثم مصر لكي يلتقي ابراهيم عليه السلام والسيدة سارة بهاجر بعد معاناة مع ملك مصر لقد كانت سيدة سارة وزوجها الخليل يشتاقان الى الولد ولم يكن اشتياقهما الى الولد اشتياقا الى زينة الحياة الدنيا بل كان اشتياقهما الى من يحمل ميراث النبوة وعب الرسالة وكانت السيدة سارة عاقرة وكان ابراهيم يتمنى الولد وكانت الرحلة الى مصر بترتيب من الله جزءا من تحقيق هذه الرغبة حيث وهبت السيدة سارة هاجر لابراهيم عليه السلام بعد ان عاد من مصر ومعهما انعام وعبيد ومال جزيل اهداهم بها ملك مصر وتزوج سيدنا ابراهيم عليه السلام هاجر ورزقه الله ابنه اسماعيل الذي كان بداية تحقيق البشارة للخليل عليه السلام ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين بعد ان تزوج سيدنا ابراهيم عليه السلام من السيدة هاجر اشربت في بيت النبوة كل مشارب الايمان والتقوى واليقين بالله تعالى وحسن توجه إليه والتسليم بقضائه ثم رزقهم الله بولدهما اسماعيل عليه السلام وفي أحد الأيام جاء سيدنا ابراهيم إلى السيدة هاجر وطلب منها أن تحمل اسماعيل وأن تأتي معه إلى حيث يمضي أظل سيدنا ابراهيم يسير حتى دخل في صحراء جرداء شديدة الحرارة ليس بها زرع أو ماء وطلب من هاجر أن تبقى هناك هي وابنها ثم مضى وتركها فأسرعت السيدة هاجر وراءه وقالت له إلى أين تمضي وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه حياة ولا زرع ولا ماء ولا بشر ولكن ابراهيم عليه السلام مضى وهو صامت فعلمت السيدة هاجر أن هذا أمر الله فقالت له هل أمرك الله بهذا وعندما قال ابراهيم نعم قالت السيدة هاجر في ثقة إذن فلن يضيعنا وحين اختفى ابراهيم عن زوجته وابنه خلف الجبل أخذ يدعو الله أن يرزق زوجته وابنه بقوله كما جاء في القرآن ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وبدأت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من الماء الذي تركه لها إبراهيم حتى انتهى وبدأ الطفل يبكي من العطش حيث كان الجو حارا والشمس ملتهبة فتركت السيدة هاجر الطفل وصعدت إلى جبل الصفا فلم تجد أحد وأخذت تسير في الوادي حتى صعد جبل المروى فلم تجد أحد وعادت الأم إلى طفلها فوجدته يبكي وقد اشتد عطشه ثم أخذت تصعد وتنزل سبع مرات وفي المرة الأخيرة كانت قد تعبت ولم تعد قادرة على مجرد الوقوف في هذا الحين جاءت عناية الله ورحمته قبل أن تيأس السيدة هاجر فقد أرسل الله إليها ملكا ضرب الأرض فانفجرت عين زمزم فأخذت تحوط الماء وتغرف منه فريحة سعيدة وشربت السيدة هاجر وأرضعت طفلها وسجدت الله شكرا ومن بعدها راحت النباتات تنبت والطيور تقبل وبدأت القبائل تنتقل من بعيد لتكون بجانب الماء الذي بعين زمزم والتفت قبيلة جرهم حول الماء بموافقة هاجر على أن لا تكون لجرهم سبيل ولا سيطرة على الماء وعمر المكان وانتشر الزرع وشب إسماعيل وكبر وسط قبيلة جرهم فكانت أمه قريبة منه ترعاه وحرصت على تربيته كما يتربى الرجال الأشداء فكان فارسا راميا لا يطيش له نبل وظل سيدنا إبراهيم عليه السلام يزور السيدة هاجر وابنهما إسماعيل في كل عام مرة أو مرتين حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من فتاة من القبائل المجاورة وكان أبوه عليه السلام يزوره ويرعاه وينصحه بين الحين والآخر وذات ليلة رأى إبراهيم عليه السلام وهو نائم رؤيا بأنه يذبح ابنه إسماعيل وإبراهيم عليه السلام يعلم أن رؤيا الأنبياء وحي ففكر في ولده الذي تعلق به قلبه وماذا يقول عنه إذا أرقده على الأرض ليذبحه فالأفضل أن يقول لولده ليكون ذلك أطيب لقلبه وأهوان عليه من أن يأخذه قهرا ويذبحه قهرا انتهى الأمر وذهب إلى ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لم يتردد إسماعيل لحظة واحدة وإنما قال لأبيه يا أب تفعل ما تؤمر ومضى الإثنان لينفذ أمر الله ورقد إسماعيل عليه السلام على الأرض وجهه في الأرض وإبراهيم يرفع يده بالسكين عندئذ فقط وفي اللحظة التي كان السكين فيها يتهيأ لتنفيذ أمره نادى الله إبراهيم كما جاء في القرآن الكريم وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين وفد الله إسماعيل بذبح عظيم وتحول الحزن إلى فرح وصار اليوم عيدا لقوم لم يولدوا بعد وهم المسلمون ومرة أخرى وبعد أن أصبح إسماعيل قويا جاءه إبراهيم وقال له يا إسماعيل إن الله أمرنا أن نبني الكعبة ثم بذل جهدا استحالت بعد ذلك مماثلته على عدد كبير من الرجال حيث كان عليهما حفر الأساس لعمق كبير في الأرض ثم قطع الحجارة من الجبال البعيدة والقريبة ونقلها بعد ذلك وتسويتها وبنائها وتعليتها وكان الأمر يستوجب جهد جيل من الرجال ولكنهما بنياها معا ودعا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وهما أعظم مسلمين على وجه الأرض يومها أن يتقبل الله عملهما وأن يجعلهما مسلمين له كما سأل الله أن يخرج من ذريتهما أمة مسلمة له سبحانه وأن يبعث رسولا لهؤلاء البشر فاستجاب الله لهما وكانت هذه الأمة هي أمة الإسلام وبعث الله بعد ذلك بسنوات طويلة رسول الله محمدا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بعد قوم عاد جاء قوم ثمود وسكن الأرض التي استعمروها وكانوا أقوياء ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة ويستخدمون الصخرة في البناء كما فتح الله عليهم ورزقهم من كل شيء وبدلا من أن يشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى عصوه وعبد الأصنام وتفاخروا بينهم بقوتهم فأرسل الله إليهم سيدنا صالح وكان قومه يحترمونه قبل أن يوحي الله إليه ويرسله بالدعوة إليهم لما عرف عنه من الحكمة والنقاء والخير فاجتمع سيدنا صالح عليه السلام بقومه وعندما قال لهم يا قوم أعبد الله ما لكم من إله غيره فوجئ الكبار من قومه بما يقوله فقد فهموا من كلامه أنه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة وينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة الله وحده فأحدثت دعوته هزة كبيرة في عقولهم فقالوا له لقد كان لنا رجاء فيك وكنت مقبولا عندنا لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك ولكن الآن خاب رجاءنا فيك لأنك تنهان عما كان يعبد آباؤنا وما كنا نتوقع منك أن تعيب آلهتنا التي وجدنا آباءنا عاكفين عليها ورغم صدق دعوة صالح عليه السلام لم يصدقه القوم واعتقدوا أنه مسحور وطالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم فدع سيدنا صالح ربه وشاءت إرادة الله أن تستجيب لطلبه فقد انشقت صخرة بالجبل يوما وخرجت منها ناقة كانت هي المعجزة فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ناقة الله أي معجزة من الله كانت الناقة تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم كما أنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء ولقد تعظمت دهشة ثمود حين ولدت الناقة من صخور الجبل وتعظمت الدهشة أيضا عندما كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال بعد ذلك أصدر الله أمره إلى صالح عليه السلام أن يأمر قومه أن يترك الناقة تأكل في أرض الله وأن لا يمسوها بسوء وحذرهم أنهم إذا مدوا أيديهم إليها بالأذى فسوف يأخذهم عذاب قريب وعاشت الناقة بين القوم آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم على العناد والكفر وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح إلى الناقة المباركة وبدأت المؤامرة ففي إحدى الليالي انعقدت جلسة لكبار القوم يتشاورون فيما يجب القيام به لإنهاء دعوة صالح فأشار عليهم واحد منهم بقتل الناقة ومن ثم قتل صالح نفسه ثم وقع الاختيار لقتل الناقة على تسعة من جبابرة القوم كانوا يفسدون في الأرض والويل لمن يعترضهم واتفقوا معهم على موعد الجريمة ومكان التنفيذ وفي الليلة المحددة وبينما كانت الناقة تنام في سلام هجم الرجال التسعة على الناقة بأسلحتهم وسيوفهم فقتلوها وسالت دماؤها علم صالح عليه السلام بما حدث فخرج غاضبا وقال لقومه ألم أحذركم من أن تمس الناقة قالوا له باستهزاء لقد قتلناها فأتنا بالعذاب واستعجله إن كنت من المرسلين فوعده الله بهلاكهم بعد ثلاثة أيام بعدها غادر صالح عليه السلام قومه وتركهم ومضى ومرت ثلاثة أيام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزؤون من العذاب وينتظرونه كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة جعلت كفار قوم صالح صعقوا جميعا صعقة واحدة لقد هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث أما الذين آمنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان ونجوا مع نبيهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة